ترجمة نانسي قنقر 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 أمقر حسن محارب قديم ترجمة نانسي قنقر 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 وأصحاب المطلودين تعسوفاً لإخوان ديالنا الضجي بصفر ديالهم هاد الناس هادو هادو يعني تيعاني ومعاناة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها لا ترقى يعني المستوى ديال العيش لأنه آآ كيف يعقال واحد إنسان قضى ما يزيد على خمساشر عام تال عشرين عام ديال الخدمة يعني في آآ آآ ديال الأقليم الجنوبية واليوم يعني ما تواحد ما كيتوق لهم وتواحد ما كي يشوف لهم بعين الرحمة فهذا كيبقى عار على جبين الدولة وعلى جميع الحكومات المتعاقبة يعني ليخصى آآ آآ تنضرب واحد نظرة آآ آآ هاد الناس كانهم مواطنين عندهم حقوق ديال العيش الكريم حنا هاد الناس هادو ما كيطالبوا تجعج حنا طالبوا تحسين الوضعية المادية ديالهم وعلى الأقل يحسون لهم سنوات الخدمة ويكون عندهم واحد ما عاش لكي ضمن لهم العيش الكريم لانه هاد الناس هادو يعني تهو ما يا أراهم مواطنين عندهم آآ كل حقوق المواطنة ولكن للأسف ما هذه من الفين واسمنتاش وحنا سنخرجوا للشارع في وقفات يعني متتالية ولا ولا من يجيب يعني احنا كأننا نخاطب آآ آآ القبر المشيء أحياء كأننا نخاطب الأموات لانتاو واحد ما عمرو خرج علينا أنه واللي يحاورنا واللي على الأقل غيري سوولنا يقولنا شنو بغينا هدا هو يعني إقصاء تام هاد الناس لفاد القبة ديالبرلمان نرتيح نولينا ورقة انتخابية رمتا يعرفونا تالوق الانتخابات عاد كيجيوا وكتيسوا ولو فينا لكسعا كانوا ليهم مواطنين صالحين أما الآن أما وصلنا الرسائل ديالنا والميل في المطلاب ديالنا كيقولوا النبي أنتما خط أحمر لا يمكن الخوض في الموضوع ديالكم ولا فهذا المشاكل ديالكم معكم أخوكم محمد نايبي أسكري أسكري سابقا في القوات المصلحة الملكية الجوية اليوم جنا أمام قبة البرلمان من عجل منشدة الحكومة التي همشت هذه الشريحة من حماية الوطن من رجالات الدولة الوطنية الملكيين قدمها الأسكارين قدمها المعاربين والتي هم المطالب ديالهم كالتالي الزيادة في المعاشات تقاعد عسكرية وإزالة ذلك القانون المجحف الذي جمد معاشاتنا الأسكرية سابقا 13-71 تسوية إخواننا وإنصافهم ورد الاعتبار للمطرودين طردان تعسوبيان إطراء القرارات الجائرة وإنشاء هيئة لجبر الدرر وإعادة النظر في إدماجهم في قانون المعاشات العسكرية حسب السنوات التي قدوا في الخدمة العسكرية من أجل استفادة من العيش الكريم مع أسرهم تبقى لما جاء به الدستور المملكة المغربية الشريفة دستور 2011 أداء التعويضات عن التنقل لأقالي من الجنوبية الذي ما زالت في دمة الدولة وهذا ظلم وعار على هذه الحكومة والحكومة السابقة تفعيل وتنفيذ جميع الحقوق الوريدة في الظاهر الشريف بتاريخ 25-1990 والذي جاء بإحداث مؤسسة الثانية للأعمال الشمائية لقدمها العسكرية وقدمها المحاربين والذي يحتوي على 37 مادة كلهم مغيب في أرشيف المؤسسة وهذا ظلم وحيف في حق شريحة حماية الوطن قدمها العسكرية وقدمها المحاربين سوية وتمتيع الأرملة بمعاشيها الكامل لزوجها المتوفي لكي تستفيد من العيش الكريم المخول لها من طرف الدستور المملكة المغربية الشريفة تفوير السكر اللائق لجميع قدمها العسكريين وقدمها المحاربين وأرامل المدى والحقوق ولسيما قاتل دور الصفيح العسكري والمخزني وإيجاد حلول مناسبة لهم وتطبيق القرار الملكي بتفوير الدور تابع لوكالة جهيز العسكري بأتمينة تضيلية الزيادة والرفع من نسبة المعاشات الزمانة الريفورم دوكيمونتار والتعويض عن المرض خلال أداء المهام العسكرية واستفادة جميع مع طوبي الحرب دون احتساب نسبة المئوية محددة ب60% شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك